نظمت الإدارة العامة لتنمية المرأة بعدا في عتق بمحافظة شبوى لقاء موسع لقطاع تنمية المرأة بالمحافظة حول استراتيجية تنمية المرأة من منظور النوع الاجتماعي وفي اللقاء أشار مستشار المحافظة عبدالله السالم الشيبة إلى أهمية هذه الفعالية النسوية في جهود الدفع بأوضاع المرأة وتنميتها في المحافظة مشددا على ضرورة تضافر جهود كل النساء والفعاليات النسوية وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها من أجل النهوض بأوضاع المرأة وتمكينها من الاطلاع بدورها المنشود في مختلف جوانب الحياة